سؤالنا الأول هيكون مع زينب أحمد بتقول زينب إيه الوزن المثالي للولد خمس سنوات ونص وثلاث سنوات وتمن شهور للبنت طيب هو الوزن المثالي لخمس سنوات ونص هو 19 كيلو جرام تمام والوزن المثالي لثلاث سنوات هو 14 كيلو جرام طيب أنا عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده عن طريق معادلة الوزن معادلة الوزن قلنا أن دي أبسط معادلة بتؤدي إلى نتيجة يعني قريبة جدا جدا من الوزن الصحيح وقلنا أن هذه المعادلة يمكن تطبقها حتى عمر ست سنوات وفي مدارس أخرى تقول يعني مدارس طبية تقول لا نطبقها بس لغاية خمس سنين أو خمس سنين ونص خلاص لأن بعد كده بيبع حساب الوزن بحاجة تانية خالص اتكلمنا عنها برضو في حلقات سابقة وهي عن طريق ما يعرف بيه مؤشر كتلة الجسم أو البادي ماس اندكس وده بيكون عبارة عن الوزن على الطول تربيع يعني الطول مربع بالمتر تمام؟ ده موضوع تاني يعني خلاص ده مش سؤالنا فعشان كده مش هنتكلم عنه طيب المعادلة دي عبارة عن إيه؟ المعادلة بتقول العمر بالسنوات في اتنين زائد تمانية دي تنطبق على الولاد وعلى البنات العمر بالسنوات في اتنين زائد تمانية طيب يبقى لما نيجي نقول ان الطفل مثلا عمره خمس سنين يبقى خمسة في اتنين بعشرة زائد تمانية يبقى تمانتاشر صح كده؟ لو الطفل عمره ست سنين وقلنا ان ده الحد الاقصى يبقى ستة في اتنين باتناشر وتمانية يبقى عشرين يبقى الفرق ما بين التمنتاشر والعشرين اللي هو خمس سنين ونص بقى هيكون الوزن ده تسعتاشر كيلو في اتنين قصدي ده الخمس سنين ونص طيب في حين ان الطفل اللي وزنه اللي عمره ثلاث سنوات قلنا ثلاثة في اتنين زائد تمانية العمر بالسنين في اتنين زائد تمانية ثلاثة في اتنين بستة زائد تمانية يبقى اربعتاشر كيلو يبقى زي ما قلت لحضراتكم ان الطفل اللي عمره ثلاث سنين وزنه بيكون اربعتاشر كيلو نيجي بقى للطفلة اللي عمرها تمن شهور 8 شهور بنحط وزن الولادة احنا اتفقنا وزن الولادة ما نعرفوش لانه احنا بيبقى 3 كيلو احنا اقل احنا 3 كيلو ونص 3 كيلو ومية 3 كيلو ومية وخمسين فبنحط لنقول ايه وزن الولادة زائد 2 كيلو وربعمية ايه هما الـ 2 كيلو وربعمية الـ 2 كيلو وربعمية دول قلنا انه هما عبارة عن احنا بنقول الطفلة 8 شهور ده وزن اول 3 شهور لأن الطفل بيزيد وزنه بمعدل 200 جرام أسبوعيا قلناها في الحلقة اللي في أول الشهر 200 جرام أسبوعيا يبقى 800 جرام في الشهر يبقى 2.400 كيلو في أول 3 شهور وكيلو 800 في تاني 3 شهور يبقى الطفلة لما يبقى عندها 6 شهور هنحط وزن الولادة زائد 2.400 كيلو زائد كيلو 800 طيب بنكمل إزاي بقى؟ بنقول زائد كيلو 380 جرام الكيلو 380 جرام ده الوزن في 3 شهور اللي هو الشهر السابع والثامن والتاسع خلاص؟ طيب عارفنا منين؟ احنا قلنا أن الوزن بيكون يعني معدل زيادة هنا بيكون حوالي 70 جرام إذا عايزين الشهر الثامن ده بنشيل 460 جرام تمام؟ انتوا تحسبوها بطريقة بسيطة هي إجمالا إجمالا وزن الطفلة عند نهاية السنة الأولى يعني كمان 4 شهر أنا بقول لصاحبة السؤال بيكون 9 كيلو 700 جرام ده للبنت 9 كيلو 700 جرام بالنسبة للولد بيكون 10 كيلو 200 خلاص؟ المتوسط بيكون 10 كيلو خلاص كياه اتفقنا